سيد محمود وحراك يعني دخلت بجملة في هذا الامر وهو منتخب الشباب وكان معايا من شوية الكابتن إعاب جريم مدارب حراس مرمو منتخب الشباب هو أحبطني هو كان محبط يعني وقال إن احنا منتكلم في 3 أو 4 لعيب بك كتير ممكن يفيدوا ممكن يفيدوا منتخب مصر الأول في المستقبل هو جاملك على ذكر إيه؟ جاملك بال 3 أو 4 ده صح؟ أنا أقولت له كده حيث كمان أنت بتبالغ قال لي يعني 3 أو 4 ليه بقى؟ محبطين من المستقبل كمان يعني لو الحاضر مدايقنا فالمفروض المستقبل يبقى أكثر إشراكا وننبسط ونقول إن شاء الله خير في اللي جاي احنا أكتر ناس من نتكلم عن المستقبلة كريمة أنا فكرة احنا مش عايشين يومنا احنا تعبنين أوه في المستقبلة المستقبل ده مش في دينا خالص ولا نعرفه ولا عارفين فيه إيه لكن بأمانة شديدة السؤال اللي محتاج يكون فيه صراحة هل أنت تمتلي قاعدة من المدربين؟ يعني أنا لو رحت سألت اتحاد الكرة لو سمحت أنا دولة مبرة عاوز مدرب عندك بمواصفات كذا يعمل لي شغل في الهلم عندك يوم ما تفكروا إن هم يعملوا حاجة زي كده باعوا الراجل وجابوا الناس بتاعتهم لو تفتكر دكتور عمرو بن مجدد ما عمل قيمة فنيان ورتبها رح وجابوا كل واحد جاب له أصمحت المسألة هناك تجارة اسمها كرة القدم تجارة بص خاسرة للسمعة لسمعة البلد يعني ما عندكش بكمية انفاق وزي مع الأحمد لعيبة انت جايبها بتديها عقود ملايين وفي أندية تانية جايبها لعيبة بخمسين ألف وضالهم تناف دولتهم بهم فجأة مابلولوا بكسر الدنيا بمتين ألف هيجددول عقد وبعد بكرة هيدبع باثنين مليون خلاص هيروح النادي اللي اشتراه باثنين مليون مايلعبش معه ما شنو يلا باع السنة يعني عزول لك إيه انت مشكلتك تعالي راجع قول لي مين المدرب اللي بكتش في لعب تعالي بدأها معاكم الأخير أنا عاوزك تفكر لما تبدأ الاختبارات بتاعت الناشئين اللي جاية في الصيف الجاي وباخد كاميرتك أهو بعد حد يصور لك ويشوف لك طبيعة الاختبار عملنا عملنا كده ألمانيا حضرتك عملنا كده وشوفنا الاختبارات بتبع عاملة ازاي بيخش خمس تلاف واحد مرة واحدة والمفروض يخطر من خمس تلاف واحد اللي بيلعبهم فقد يبيعمل تأسيمة خمس تاشر دية وصيادة الجنراء لا صيادة اللي هو اللي بيختار حضرت ايديه ومكشر مع اثنين ثلاثة وبتكلمه بعض ونمش دعب اللي بيلعبهم بززبط كده ومختارين الناس اللي جاية وبيختاروا من مين بقى بيختاروا ايه لا بختاروا ابن مين وتابع مين وتوسيط مين وتلفون مين مش عاوزوا نقول في تفاصيل عشان في تفاصيل هتبقى كارثة اقسم لك بالله كارثة والناس دي ما عندها ضمير وانو وصلنا له النهاردة انك انت لما تيك تبص على المنتخب لعندك راس حربة فينو غير مصطف محمد ونفت بجلده وانا بقول له ربنا يكرم عنك خلاص مين باكرايت وانت خمص فيش مين باكرايت مين باكليفتي طب مين في قلبة الدفاعها طب مين صنع لعب مين الواد اللي عنده ولا ده مين مين اللي بيعمل لك واحدة والتانية فين في حاجة اسميها انو ناشع وزرع بكورة يدفع ابو يبع ارض في البلد عشان ييجي يدفع المدرب يتنصب عليه بمية وخمسين الف جنيه وثلاثين واربعين وخمسين وستين الف ايه جاء القطاع الاستثماري اختار فريق ثلاثين خمسطاشر با انا جايبهم خمسطاشر يدفعوا فلوس يصرفوا على الخمسطاشر التانين ومن بلعبوش ايه ده نبيع الصفوة يعني بأي منطق وقسم لك بالله احنا عدنا نتفرج على المرشادة منتخب الشباب بأمانة شديدة فيه لعيوة مشارة تفقق في الكورة يعني انا يعني عاوز تسأل مين دول يعني دول يعني مع المحكام احترامي لو دول مفوت بقى الصفوة بتعجيل الشهود في مصر يعني دول الصفوة دول احسن العيبة انا بكلم اكلم معكام الاحترامي كابتن محمود جابر والاختيارات مين دول يعني دول فين ده انت لما خدت يعني اصبحت في افريقيا متصدر مشت تصدرت به المنتخب احمد متعب وشوئي وحسن عبد الربور كان معه كابتن حسن امان بطولة افريقيا بره في بروكينة فاسو لما كسبنا كودفور الجيل ده هو اللي انت بنت عليه بعد كده ايه 2006 و2008 و2010 مع بعض الناس اللي منبرر المحترفين مع بركاتب وغيره والناس اللي كانت موجودة ولحاضر وكده لكن انت ايش عاوزه لك ايه بديجي طفرة شوف انت انا عاوز اسألك شوف انت ليه قد ايه كم فترة بتدور على الطفرة ومش لاقي صح فين باقي يعني بأمانة شديدة وبقول للتحاضي الكور بقول للتحاضي الكور اذا ما يكون هناك بفعلا حقيقة مشروع مش من اللي احنا بنسمعه فعلا عندنا ازمة في المدربين لابد مصنعة كوادر يتجيب لها ناس من بره تعلمها يا ما تقوليشي اعمل شهادة واعملها بالدولار واعمل شهادة تانية بال40 ألف جنيه لما يشرب 40 ألف جنيه عشان اديها لك يعني ازاي يعني طيب انت جايب مين هيدرس من ناس من هنا ولا ناس من بره يعني انت جايب خبرة يعني جايب خبرة تدي دورات طيب ما عندك فتولي قاعد ما هيدر دورات يعني انت مش جايبه ولا انا غلطان عندك انا بكلمه ها عندك ميكالي اه انا انا مشكلة الاساسية ليه على فاكرة انت عندك انت عندك كمان فريرة اه وعندك مرس الكور انا بكلمه ها موضول يعتبرك في مراء افكرك بحاج افكرك بحاج اه مشكلة بعمل جزيكرة النقطة دي اه ان انا كتبت تقرير في الاهرام اه واتقلبت الاه وصلت مشكلة وحصلت تخنيها جبيرة جدا مع بعض بسبب الموضوع ده ان انا كان عندي هدف ان انا شايف ان انا جايب واحد عملي نقلة طيب انت كان المفروض ايه لابد ان انا استفيد من الناس اذا لم يكن لديك هدف لكن النهاردة تقول لي اختبارات النشئين طيب انا اتحداك تجيب مدرب لاعيب ايه كل واحد بطل كرة يشتغل مدرب ولا يعمل اكاديمية اتحداك تجيب مدرب بطل كرة والله اعمل له واحد اكتداري بياه كامل شارف